مراجعة الوحدة الخامسة تعلمنا سابقاً أسماء المجسمات وميزنا بينها هيا يا شاطر أذكر اسم كل مجسم مما يلي أنت ذكي شبه مكعب مكعب كرة هذه هي الأشكال الهندسية فكر قليلاً واذكر اسم كل شكل من الأشكال التالية إجابتك صحيحة مربع مثلث دائرة مستطيل تعلمنا سابقاً عن الأشكال المتطابقة حدد ما إذا كان الشكلان متطابقان أم غير متطابقان هيا فكر أحسنت أحسنت إنهما متطابقان لأن لهم الشكل نفسه والمقاس نفسه أجب على الأسئلة التالية من خلال الرسم كم عدد كل الدوائر؟ أحسنت عدد الدوائر أربعة كم عدد كل المربعات؟ رائع مربع واحد فقط كان هذا ما تعلمناه سابقاً والآن سنتأكد من فهمنا من خلال التمارين التالية استخدم المجسمات ثم أكمل ما هو مطلوب منك ممتاز جداً اسم المجسم شبه مكعب عدد الأوجه ستة عدد الأحرف إثنى عشر عدد الرؤوس ثمانية استخدم المجسمات ثم أكمل رائع اسم المجسم كرة عدد الأوجه سفر عدد الأحرف سفر عدد الرؤوس سفر اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح تحتها من أنا؟ شكل هندسي ليستة أوجه متطابقة وإثنى عشر حرفاً وثمانية رؤوس هيا فكر رائع سنستبعد الكرة لأن الكرة ليس لها وجوه ولا حروف ولا رؤوس نفكر إذن في المجسمين المتبقيين كلاهما لهما ستة أوجه وإثنى عشر حرفاً وثمانية رؤوس لكن واحد منهم فقط وجوهه متطابقة وهو المكعب إذن الإجابة الصحيحة هي المكعب مكعب اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح تحتها كم عدد المثلثات في الشكل؟ ممتاز أنا أرى مثلثات عددها أكثر من ثلاثة لذا سنستبعد هذه الإجابة لكن هل عدد المثلثات أربعة أم خمسة؟ لاحظ الشكل يبدو أن رسم المثلثات الأربعة بهذه الطريقة قد كون شكلاً جديداً وهو مثلث أيضاً إذن الإجابة الصحيحة هي خمسة اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح تحتها الشكلان المتطابقان هما أحسنت ذكي جداً نتحقق أولاً من الشروط التي تحقق التطابق هل لهما نفس الشكل؟ نعم الأشكال في جميع الإجابات لها نفس الشكل والآن هل لهم المقاس نفسه؟ نستبعد هاتين الإجابتين لأن الشكلين ليس لهم المقاس نفسه إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لهما نفس الشكل ونفس المقاس ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ التمييز بين المجسمات الهندسية تعريف الأشكال الهندسية وخواصها استخدام استخدام اللوحة المنقطة في تمييز ورسم الأشكال المتطابقة استخدام الأشكال الهندسية البسيطة للحصول على أشكال أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة